شهدت عدة بلديات بولاية بومرداس منذ صبيحة اليوم الأربعاء أمطار رعدية جد غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه وغلق عدة طرقات ومحاورة وحسب المعلومات المتوفرة فإن ارتفاع منسوب المياه تسبب في توقف حركة المرور عبر كافة الطرق ومداخل ومخارج ولاية بومرداس حيث توقفت حركة السير بالإضافة كذلك إلى أن الطريق مغلق على مستوى الواجهة البحرية لبومرداس كما تسببت الفيضانات بمحطة قرص في توقف حركة سير القطارات بسبب ارتفاع منسوب المياه على مستوى السكة وعرفت حركة سير القطارات تذبذبا شرق العاصمة بسبب امتلاء السكة الحديدية بالماء من جهتها كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس أنه سجلت عدة تدخلات بسبب تجمع المياه عبر مناطق مختلفة أين تم تسخير جميع المعدات المادية والبشرية لهذه العملية دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية